من سفر المزامير من سفر الملوك ولا أغزى وأتنعم بوصياك التي أحببتها حبا شديدا وأرفع كفي إلى وصياك وأتأمل في فرائدك كلام الرب من الرسالة إلى العبرانيين ولما كان لنا عظيم كهنة قد اكتاز السماوات وهو يسوع ابن الله فلنتمسك بشهادة الإيمان فليس لنا عظيم كهنة لا يستطيع أن يرسي لضعفنا لقد امتحنا في كل شيء مثلنا مع هذا الخطيئة فلنتقدم إلى عرش النعمة لننال رحمة ونلقى حظوة ليأتينا الغوص في حين فإن كل عظيم كهنة يؤخذ من بين الناس ويقام من أجل الناس في صلتهم بالله ليقرب قرابين وزبائح كفارة للخطايا وبوسعه أن يرفق بالجهال الضالين لأنه هو نفسه متسربل بالضعف فعليه من أجل ذلك الضعف أن يقرب كفارة لخطاياه كما يقرب كفارة لخطايا الشعب وما من أحد يتولى بنفسه هذا المقام بل من دعاها الله كما دعاها روم وكذلك المسيح لم ينتحل المجد فيجعل نفسه عظيم كهنة بل تلقى هذا المجد من الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك كلام الرب من إنجيل القديس مجد ليس من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل من يعمل بمشيئة أبالذي في السموات فسوف يقول لي كثيرون من الناس في ذلك اليوم يا رب يا رب أما بإسمك تنبأنا وبإسمك تردنا الشياطين وبإسمك أتينا بالمعجزات الكثيرة فأقول لهم علنية ما عرفتكم قط إليكم عني أيها الأثمة فمثل من يسمع كلامي هذا فيعمل به كمثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وسالة الأودية وعصفت الرياح فثارت على ذلك البيت فلم يسقط لأن أساسها على الصخر ومثل من سمع كلامي هذا فلم يعمل به كمثل رجل جاهل بنى بيته على الرم فنزل المطر وسالة الأودية وعصفت الرياح فضربت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه شديدا كلام الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر